السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نبدأ ان نحل في كتاب موي نيو فريند. المراجعة النائية والامتحانات للصف الثالث السنوي لعمل الدراسية عشرين اربعة وعشرين. صفحة الاثناشر ان شاء الله صلى الاول. هل انت مهتد على اللي هو الوقت الاضافي في العمل يعني. هنا اكاستم دي تو بيجي وعندها فعلى مضافلها اني جي فهتبقى الاجابة لترسيه. السؤال الثانية. الرجل المصاب اخيزه الى المستشفى في الشاحنة المغلقة. عندي كلمة في التصريف الثالث. يبقى كده دد مستبعها. هاي دي انفع معها تصريف ثالث وزي انفع معها تصريف ثالث في المبني المقول وهازي تنفع معها تصريف ثالث. هنا الرجل المصاب او المجروح اخيزه الى المستشفى. اللي اخزه مش موجود. فاصبحت هي مفعول. فجملة كده مبني المجهول. عشان استخدم هاتف المبني المجهول محتاج بين وده مش موجودة ومستبعد واستنفع مع التصريف السالس في الماضي البسيط وهاز محتاجة بين برضو مش موجودة ومستبعدة. يبقى انا اخد لجابة سؤال السالس. انا في القاهرة سنة الفين وخمستوشر. لاحز هنا ان وتاريخ في الماضي. يبقى كده الجملة في الماضي البسيط. مضارع تم. مضارع تم مستمر. مضارع تم مستمر. ماضي بسيط. مضارع مستمر مستبعدة. يبقى كده لجابة الترسي. المسال الرابع في منتصف النهار امس. مي كمبيوتر. طلما محددت الوقت في الماضي اللي هو منتصف النهار امس. يبقى كده زمن ماضي مستمر. was aware زيادة فيرب اخرى ان يجي. had checked ماضي تم. was checking ماضي مستمر. was being checked ماضي مستمر في الماضي المجهول. was being checked مضارع تم. هنا الكمبيوتر كان يفحص. الكمبيوتر هنا مفعول يبقى was being checked لجابة لترسي. السؤال الخامس is based lunch someone noct adds a door. هنا lunch للغدا. اللي بيجي قبلي اسم during ولا while when was and as هي during. بيجي بعدها الاسم اللي هو لانش الغداء. وشخص خبط على الباب. خبط على الباب. يبقى في الماضي البسيط. يبقى during. يجي بعدها اسم. ثم جملة في الماضي البسيط. السؤال السادس. while in the cinema and explosion happened. هنا عندي وين ويل مع. زالتان ويل حييجي بعدها ماضي مستمر. اخرى ان يجي لازم يكون قبلها وما تصريف سلس عشان تقوم في مبني المجهول. فدي مستبعد. we were تمام. we were being ما ينفعش مع اصلا. غير لما يجيب تصريف سلس في المبني المجهول. وهنا we فاعل في الجملة دي. هل تنفع خالص. هنا we're being ما تنفعش خالص مع بينج. يبقى هنا we were الجابة لتربيه. وهنا استبدلنا الماضي المستمر بالماضي البسيط لان فير بيتو بي منفعش ييجي في الاستمرار اخره. السؤال السابع. i wish i were taller but i هنا الوحز وش موجودة وجايب بعدها جملة في الماضي البسيط. وش لم يجي بعدها جملة في الماضي البسيط يبقى بتدل على الحوضر يعني بتدل على المدارح. اما لو جايب بعدها ماضي تام يبقى بتدل على الماضي. مدل بسيط. هنا جايب بعدها ماضي بسيط اللي هي where لو تصريف الثاني من فير بيتو بي. يبقى كده الجملة بتدل على المضارح. يبقى انا هدور على المضارح. but i wasn't. مش تنفع ماضي. didn't ماضي. don't مضارع. وام نوت برضو مضارع. don't محتاجة فعلي في المصدر. مش تنفع. يبقى هنا ام نوت دي لان برضو ام نوت عيدة على الصفة اللي هي taller. اما don't محتاجة فعلي. السؤال التامن. i was having lunch space. he came to visit me. هنا i was having lunch. ده حدث استمراري في الماضي المستمر. انا كنت اتناول غداء. قطعه حدث اخر. انه he came to visit me. هو جاء ليزورني. لما يكون في حدث مستمر وقطعه حدث اخر. بيجي وين بعدها الماضي البسيط. الاجابة لترسيم. السؤال التاسع. my family is based in rome for ten years. now they live in berlin. هنا عندي فور وي فترة زمنية. فور بتصدم في المضارع التام بشكل اساسي. ولكن يمكن استخدمها برضو في الماضي البسيط. لو الحدث انتهى. اسرتي كانت تعيش في روما لمدة عشر سنوات. زي live in berlin. هما دلوقتي بيعيشوا في برلين. يبقى كده الحدث انتهى. انهما كانوا بيعيشوا في روما. ودلوقتي بيعيشوا في برلين. يبقى كده الجملة في زمن الماضي البسيط. يبقى left. الاجابة لتر دي. مش تنفع where left. لانه ما يفهم اللي يفاعل. و where left دي في المبني للمجول مش هتنفع الاجابة لترسيم. وكمان ما يفهم اللي تاخد was. السؤال هنا في was موضي. يبقى كده مرتبط بالموضي. مضارع. مضارع. برضو مضارع. موضي. بس هنا ما ينفعش اقول في المبني للمجول لان يو فاعل. فمش تنفع دي خالص. وناخد الاجابة لتر دي. السؤال الاشر بتدل على الموضي البسيط. موضي بسيط في المبني للمجول. موضي بسيط. مينفعش انا متكلمش على العادة. انا حددت ان انا خلاص زورته مرتين في الاسبوع الماضي. مش هيدنفع ان انا استخدم ان انا كنت معدادة ان ازوره مرتين في الاسبوع الماضي. visited برضو موضي بسيط. visiting لازم يكون قابلي او was aware في المواد المستبعية ومستبعدة. يبقى انا اوز visited في المبني للمجول و visited في الاكتف. هنا اي. ادي الفاعل. ودي ماي سيك فريند اللي وصديك المريض المفول. يبقى جمل اكتف عادي. يبقى مش تنفع ويبقى ويبقى بس انا زورت صديقي مرتين الاسبوع الماضي اللي جايبها لترسيم. بعد كده السؤال الاثناشر عندما كنت طفل. انا كنت اكود الدراجة للمدرسة. كده انا بس لت احداث في الماضي. وين جايب اعديها? جمل في الماضي البسيط. يبقى جملات تانية برضو ماضي بسيط لاني بحكي عن احداث في الماضي. يبقى كده انا عايز الماضي البسيط من رايد اللي هو يركب لان دي منظر مش هتنفع. اي الماضي البسيط هي رود اللي جايبها لتربيه. السؤالات الالتاشر. زال استطايم شيفيزت دمي ووز بيست وينتي ايتين. هنا لا استطايم. بتدل على الماضي البسيط. وهنا في تاريخ يبقى ابلها حرف الجر اين اللي جايبها لتردي. ارفع الصفحة شوية. ايها. بقى من شاء الله سؤال اربعة اوشر. اآ او برايتش او او زاي اوز سبيس لاست موث. اآ بعد كده انا مش هعرف حالي اربعة او شر او لقى بصراحة لان مرفعات الفيديو. في اي بس. نحن نعم. هنا فرع جديد للشركة الشهر المالي. المعنى يقوم بت ديشارك الشهر المالي برضو. في اي بقى كلمة فاوند بمعنى ياسس التصريف التالي والثالث بتاعها بمعنى اسسة. هنا انا نتكلم على الشركة يبقى اسسة الشركة في فرع جديد للشركة الشهر الماضي. يبقى كده هتبقى عشان جاي بعض وزف المبني للمجهول. هي فينه? كنت بحلها دولات الهاتف هنا. ايه تمام. يبقى هنا دي هتبقى اللي جاي بقى لتر دي. وهنا بمعنى ايه? اسسات. سؤال الستاشر ايس بيس. اه زي بوك وين ماي فريند ارايفد. تمام هنا عندي كلمة جاي بعضها جملة في الماضي البسيط. وهنا بيدل الجملة ان هو كان بيقرأ الكتاب لما صديقه جاء. يبقى كان في حدث مستمر وقعته حدث اخر ان صديقه وصل. يبقى كده ايه هيجي بعضها زمن الماضي المستمر. الايه بتاخد ووز يبقى وز ريدنج اللي جابه لترسيم. بعد كده السؤال السبعتاشر سبيس اي ووز هافنج اشاور زادور بالرنج. هنا لاحز ووز هافنج. هنا ماضي مستمر. الجملة التانية ماضي بسيط. يبقى كده هستخدم اما او اشوف حاجة تانية اشوف كده افتر افتر بيتيجي معناها بعد بيجي بعضها ماضي تام بيجي مستبع ده. بمفروض تبقى فيه از بش موجودة. بيجي بعضيها اسم او اه ايا اسم بس باديات مستبعه ده. وين هي اللي ينفع لجابه لترسيم. طبعا وين ما لاش قاعدة ثبتة في اللقاء انجليزية. ممكن يجي بعضها ماضي مستمر ماضي بسيط مضارع حاجة كتير او اني بالذات يعني. يبقى وين هي الوحيدة اللي تنفع. اه بعد كده السؤال الثوانتاشر. اسناء ما كنت في اسكندرية كنت اه بقوم بسبح كل يوم او بقوم كل يوم. الوحيدة اللي تنفع بيعني تيجي اه هنا رابط سم هارف قرية يبقى 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 الان. اه عندما كنت في اسكندرية او كنت بروح اعم اه كل يوم. اكمل فيديو في وزيتين ان شاء الله. بشنوها بس متهلية عشر دقائق بس. ودراتي تسعة دقائق وخمسة شهر ساني. بقى ان شاء الله سؤال تسعة عشر. المشتبه به تم عايز تم رؤيته يعني في منطقة صغيرة في وسط البلد منزو يومين. عندك كلمة اجو بتدل على زمن الماضي البسيط. هاد سين زمن ماضي تام مستبعدة. والسين تمام. ماضي بسيط في المبني المجهول. ويس هو برضو ماضي بسيط في الاكتف. وهذا السين في المبني للمجهول بس في المضارع التام. هنا هناخد ايه? والسين شوه ده ولا سوه شاهد? هو شاهد مين? هو لم يشاهد حد ده حرف جرات وبعد كده منطقة. يبقى شوه شوهده. يبقى كده الشاهد مش موجود الفاعل. يبقى كده دي بفعول. فتبقى وسين شوهده في مكان صغير في وسط البلد منزو يومين. بقى كده السؤال العشرين ان شاء الله. تيرينج بيجي بعديها اسم ما? مانفعش اخرين يجي. ووز ستينج مانفعش يجي بعديها ووز. محتاجة فاعل عموما ما يستي تمام ما يصفت ملكي وبعديها كلمة. يبقى كده خلاص اسم. اي وز ستينج جيش بعدها قملة بعد. يبقى هنا ما يستي. ايجابة لتار اسم. اه بعد كده السؤال الواحد وعشرين. اه زا انترنت اه فايف بي ام يستردي. هنا عندي الساعة خمسة مساء امس. يبقى الساعة بتاخد حرفة جرات ساعة لديت. اه هو اعلي كان بيتصفح الانترنت اه الواس سيروين. زا انترنت ات فايف بي ام يستردي. كان يتصفح علي الانترنت الساعة خمسة مساء امس. سؤالة اتنين وعشرين. هاو ايس بيس تو انجلاند فور امان ثلاثة سمر. هنا لاست سمر. خلاص طرح ما حدد هالي في الجملة. يبقى انا من اجدعب الجملة ديت. يبقى اللي هي دعب الجملة اللي في ها لاست سمر اللي هي بتدل على الماضي البسيط. هاو ديت مضارع تام. هاو بين برضو مضارع تام. هنا وانت ماضي بسيط ويلجو مستقبل مستبعدة يبقى وانت لجابة لترسيم. بقى ان شاء الله السؤال التلاتة اربعة وعشرين. هاو اس بيس ديت يو ستارت ليرنين انجليش. لاحز هنا فيه دد. طالما دد على طول هاولونج اجو لجابة لترسيم اللي هو كم طول المدة انت ذكرت بدأت فيها اه تعلم اه الانجليزي. ارفع صفحة شوية. باقي ان شاء الله سؤال اربعة وعشرين. وين اي فزيتد هير? لما انا زرتها. عايز اقول انها كانت تبدو عليها انها متعبة. هنا وين جاي بعديها? هنا ماضي بسيط. يبقى الماضي البسيط مرتبط بالماضي البسيط او الماضي المستمر. هنا وهو السيمينج. هنا سيم لا يبدو. ما ينفعش احط لها اني جي. طبعا مستبعدة. هاز سيمد اه ماشي في المضارع التام. وهنا سيمد في الماضي البسيط. وهو سيمد في زمن الماضي البسيط اه في المبنية المجهول. ما تنفعش سيم تيجي في المبنية للمجهول. هنا قلنا الماضي مرتبط بالماضي. وهاز سيمد زمن مضارع تامي ومستبعدة. يبقى سيمد اللي جابه لترسيم. باقي ان شاء الله سؤال خمسة وعشرين. والدي كان بيدخن يعني بيدخن اقل مما اقل مما كان معتد. السؤال ستة وعشرين اه شيفون دمي. لاحز هنا في حرف الجر المرتبط بان وجاي بعدها في الجملة التانية واضي بسيط هي بس يالي بيجي بعدها حرف الجر اه عموما يعني هنا تبقى بيجي بعدها اسم تمام اصيبها ويجي بعدها فعل اخر اني جي غير كده انا محتاج فاعل وش موجود يبقى مستبعد. برضو محتاج وغير كده برضو محتاج فاعل وش موجود يبقى مستبعدة يبقى ويجي بعدها حرف جر اجابة لتربيه. باقي ان شاء الله السؤال السبعة وعشرين ويجي بعدها زمن الماضي المستمر اللي هي فيها استمرارية وحدس قاطع له ان القهراء بقى طعت. هنا هيجي على طول ولا 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 هنا في فاعل هوا اللي هو هنا يبقى اجيب جملة كاملة تكون من فاعل وفعل. السؤال ثم مفاول. السؤال الثمانية وعشرين ماريم از ويل از اواز بيس ضن زا تسك بيرفكتوري. اه ماريم از ويل از اه اواز بيس ضن زا تسك بيرفكتوري. هنا ضعن في تصريف الثالث تمام كده. هنا الاحظ اه وز بي بعد تصريف الثالث في المبني للمجهول. وعندي اه وير برضو في المبني المجهول وهاف برضو محتاجة مبني المجهول. اه لأ هاف بتجيب بعد تصريف الثالث لوضان عادي وهاز برضو بيجي تصريف الثالث. بس فكرة از والاز ان هي بيجي قبلها فاعل وبعدها فاعل برضو. وبتعامل هنا على الفاعل الاول اللي هو هنا مين ماريم. يبقى ماريم هنا مفرد. يبقى كده هستبعد واستبعد هاز. مع ظهرت ان هستبعد هاف لان هاف هما الاتنين بيجي بعديهم. اه بيجوا مع الفاعل الجمع وماريم مفرد. تمام كده يبقى كده هستبعد واستبعد هاف. انما هنا هاخد مين هاخد هاز اصلا. لان جايب بعدها تصريف سلس. تمام كده يبقى ماريم از والاز اي اه هاز اه ضن زا تاسك بيرفكتوري. اخترنا اه هاز عشان خاطر ماريم مفرد لان بتعامل مع از والاز على الفاعل الاوليني. يبهز. نكتب اتاني عشان اش اغبط عليها. نحن بعد كده السؤال التسعة وعشرين. واحدة من الفتيات. sent out of the classroom by the teacher. اه تم ترضها من الفصل عن طريق المدرس. هنا اه 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 زائد كلمة جامعة. بنتعمل برضو مع عاملة المفرد بيجي بعدها فعلا مفرد. هاد ماضي. وهنا ووز. ووير جامعة. وهف بين برضو جامعة. يبقى انا اول ووز يبقى تم ارسالة. يعني اطوري دات. ويبقى مبني المجهول لو هستخدم هاد محتاجة بين وده مش موجودة. انما هنا سنتن فتصريف سلس بعد ووز لانه مبنية للمجهول. بقى كده السؤال التلاتين. قصر الشوك. نجيب محفوظ. هنا قصر الشوك اللي هي قصة قصر الشوك. بتاعت نجيب محفوظ. كده وفي باي كمان وبعدها الفعل مبني المجهول. ويتش ريتن وي ريتن. ووز ريتن وي روت. تمام. هنا روت كتبت مش عايزها خالص. وز ريتن. اه تمام. كوتيبات وي ريتن برضو كوتيبات وي ويتش ريتن. الآن هنا في جملة تانية. اللي هي اه. اوز ميد انتو افيلم. يعني في جملة سابتة وضحت الموضوع ان قصر الشوك. اه ديت تم عملها الفيلم. تمام كده. نترجم بالعرض بقى قصر الشوك. اللي هي قصة قصر الشوك. التي كتبها نجيب محفوظ. التي اللي هي ويتش. بس محتاج بعدها فاعل. تمام كده. يبقى مش هتنفع دي برضو. ونختار ونستبع دي برضو. وناخد ريتن اللي جابلت ربيه بعد استبعاد اللي هي الضمير الواصل. اه بعد كده ان شاء الله السؤال الواحد وثلاثين. هوا كان عايز اه يبقى دكتور. كان يريد ان يكون دكتور منذ ان كان عمره 12 سنة. هي ما ينفعش تيجي قبل سينس. ويفور ما ينفعش تيجي قبل سينس برضو. وين ما ينفعش تيجي اه قبل سينس. اللي هي بمعناها منذ ذلك الحين. بقى كده السؤال اتنين وثلاثين. هي كانت بتعيش في الكاهرة منذ آآ منذ آآ آخر عشر سنين. تمام؟ طيب هنا آآ طيب هنا عندي هنا بس مش اختار غير سينس يا فور ما نشوف الفرق بينهم. هنا وين هتو مستبع دي بجيش بعدها زرف زمان ويانطل برضو بيجيش بعدها زرف ايه زمان. سينس يجي بعدها زلست عادي بس يجي بعدها اسم. اما فور يجي بعدها زلست ثم زرف زمان. الاحظ هنا عندي زا زا تين اه تين ييرز زلست بعد كده تين ييرز قدي زرف زمان اللي هو عشر سنوات. يبا كده اختار فور. بعد كده ان شاء الله سؤال التلاتة وتلاتين آآ 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 هذا الخبز طازج والدتي اشتريته. يعني هاز يت يت بتجي مع الجملة المنفية وهاز هنا مثبتة ايه ومستبعدة. هاد جاست هاز وبعد كده جاست وبعد كده صريف الثالث دي هات جميلة. يت هاز ما انفعش يت وبعد ايه هاز. جاست هاز لا المفروض جاست تيجي بعد هاز وبعد كده صريف الثالث اللي هي في لتربيه. برضو دي مستبعدة وناخد الايجابة لتربيه. بعد كده السؤال الاربعة وتلاتين. هي بتبكي آآ هي بتبكي آآ آآ بعد كده سقطت. هنا في الجملة التانية عندي بيكاز شي هاز فولن. هنا دي زمن مضارع تام. المضارع مرتبط بالمضارع. ده موضي مستمر. كرايز مضارع بسيط. واس كراينج برضو مضارع آآ مستمر. وهات كرايت دي زمن الموضي التام. هي كانت بتبكي. كانت تبكي فيها استمرارية. كانت هي تبكي. هي سقطت كده فيها استمرارية. فهيبقى مضارع مستمر. يبقى اس كراينج. الاجابة لتر. بعد كده السؤال خمسة وتلاتين. هي ليست في المنزل. هي زهبت الى النادي. يبقى كده مش في البيت. يبقى زهبت ولم تعد. يبقى نختار اللي هي الاجابة لتر اي ان شاء الله. ارفع الصفحة ثانية.